بسم الله الرحمن الرحيم طرح السرعة البدائية وكذلك بالنسبة للزمن وطبعا التصارع يقاس أو وحدة قياسه هي متر لكل تانية تربية ده كده أول معلومة عايزين نعرفها وطبعا هذا السؤال نشوف كده مع بعض سيارة سباق تسداد سرعتها من إلى من إلى يعني أنت لديك سرعة بداية وسرعة نهائية إذن هنا الأربعة هي هي الـ VI والـ 36 هي الـ VF لاحظ كده أن السرعة هنا في تزايد فبالتالي التصارع يطلع بالموجب أو التصارع متزايد وخلال فترة زمنية كلها أربعة ثواني يعني ده كده المطلوب منك عايز تحسب التصارع إذن القانون الآتي الـ A بتساوي الـ VF طرح الـ VI قسمة الدلتة تمام؟ إذن هنا لديك الـ VH بكام بـ 36 والـ VI أربعة والزمن كله أو الفرق الزمن أربع ثواني إذن هيساوي الـ VF 36 طرح الأربعة هيساوي 32 قسمة الأربعة طبعا هيساوي هنا كام تمانية متر لكل ثانية تربية إذن ده الحل في بعض المعلومات الأخرى والهم أيضا أول معلومة عانا في هذا الموضوع اللي هو ميل منحنة السرعة المتجهة والزمن لديك رسم بياني كالآتي لو لدينا هنا المحور الأفق يمثل الزمن بالثواني والمحور الرأسي يمثل السرعة بالمتر على الثانية وطلع الرسم زي كده فإن الخطر المستقيم ده لو حسبت الميل له هذا الميل يساوي التصارع تمام؟ وطبعا الميل هيساوي فرق الصادات قسمة فرق السينات أو دلتا وي على قسمة الدلتا إيه الدلتا إكس وتعرضنا لهذا الموضوع في بنوحل بنشرح السرعة المتجهة المعلومة الأخرى إذا كانت السرعة ثابتة فإن التصارع يساوي صفر تمام؟ ده معلومة هم جدا معنا لما تكون السرعة ثابتة أو سرعة منتظمة يعني ما فيش تغير في السرعة أي أن الـ VF هي نفسها الـ VL فبالتالي التصارع صفر المعلومة الأخيرة المساحة تحت منحنى التصارع والزمن دي تساوي السرعة هذه المعلومة هم أيضا لدينا مثلا رسم بياني هكذا هنا مكتوب التصارع بالمتر على الثانية تربيع والزمن بالثواني وطلع مثلا الرسم هكذا فلو حسبنا المساحة تحت هذا الخط هذه المساحة تساوي عدديا طبعا من السرعة إذا لو أعطاك مسألة مثل هذه وطلب منك السرعة فأنت بتحسب المساحة تحت منحنى هذه العلاقة إن شاء الله لكونوا أمور سهل ومسيطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته